ألا لا للحديث أكثر حول تداولات السوق في ظل هذه النتائج للقطاع المصرفي ينضم إلي من الرياض سيد طلال لهذا المحل الأبحاث أول في الاستثمار كابيتال أهلا بك معنا سيد طلال يبدو بأن قطاع الاتصال المصارف اليوم يحمي السوق من التراجعات يمكن من جلسة يوم أمس رأينا الارتفاعات على هذا القطاع اليوم يستكملها بارتفاعات الأكثر من 1% هل احتسب القطاع برأيك هذه النتائج التي جاءت بمجملها إيجابية للقطاع المصرفي؟ أهلا بك وشكرا على الدعوة حقيقة رأينا للأسبوعين الماضيين عدة إعلانات كانت إيجابية من عدة مصارف إما تكون أسهم منحة أو توزيعات نقدية جديدة كما رأينا في مصرفي الإنما والبلاد وبالتالي هذه عززت رؤية الاستثمارية بالنسبة للقطاع البنك الذي يعد أقل قطاع من ناحية مقطاعات القيادية من ناحية مكررات الأرباح وبالتالي نرى أن هناك قيم استثمارية جدابة في القطاع نجد أنه أيضا ما عزز هذه الإعلانات على خلفية التراجعات المؤشر السوق الخلال الأسبوعين الماضيين أيضا إعلانات النتائج والتي دائما نعول عليها على الأرباع بصورة عامة على خلفية تحقيق نتائج أرباح جيدة نجد أن اليوم أغلب البنوك التي أعلنت نتائجها حققت أداء ممتاز والغالبية أتت فوق التوقعات مع دمصر في الرياضة والذي أتى بحجوة التوقعات تقريبا نعم خلينا نبدأ يمكن للسيد ماركا بيتل كانت الشركة الوحيدة التي غطت قطاع البنوك بشكل كامل سيد طلال بالنسبة للربع الرابع يعني وكما ذكرت ممكن وإن جاءت هذه النتائج إيجابية كل المصارف أعادت الارتفاعات بالنسبة للربع الرابع نتيجة لارتفاع دخل العمليات ما الذي عزز هذا الدخل للبنوك برأيك خلال الفترة الماضية بداية رأينا معدلة نمو جدا ممتازة على صافي دخل العمولات الخاصة على خلفية ارتفاع محافظة الإقراض أو زيادة الإقراض من حجم الاقتصاد وبالتالي الأمر الذي يكون له تأثير مباشر على صافي دخل العمولات الخاصة أيضا إلى إجمال دخل للربع للعمليات إضافة إلى أنه عندما تتسع القاعدة الوداع بالنسبة للمنوك نجد أن هناك استفادة جدا عالية على صعيد الأرباح من ناحية الأتعاب البنكية المقدمة من البنك للعملة وبالتالي نجد أن هناك تنوع في قوام الدخل للبنوك على صعيد إما يكون net financing income أو فيما يخص الإقراض واستمرارية دخل الأتعاب البنكية نجد أن هناك تقريبا تفاوت بين نتائج البنوك إما يكون هناك تحسن جدا قوي من ناحية المصاريف في العمليات أو انخفاض في مصاريف العمليات أيضا بالنسبة للوداع يبدو بأن كل البنوك أيضا كان لديها نموب الوداع القروض بالمقابل كانت ربما متركزة أيضا على القطاع الشركات سيد طلال هل برأيك كان هناك تخوف من قبل البنوك خلال الفترة الماضية من عملية التمويل العقاري بعد محطة نسب 30 في المئة وعدم إقبال الأفراد يمكن على هذا النوع من التمويل وبالتالي توجهت للتركيز على الشركات بنسبة أكبر لا شك أنه ما عنرت عنه مؤسسة النقد على خلفية موضوع التمويل العقاري بالنسبة 70 إلى 30 له عراض سلبية على التوسع في الإقراض ولكن ما زالت البنوك التي أعلنت نتائجها اليوم نجد أن أغلبها تتوسع في قاعدة الشركات نجد أنه تقريبا في مصر في الرياض محفظة الإقراض بالنسبة للمحفظة الإقراض للشركات في بنصر في الرياض 73% الهولندي بحدودة 83% البلاد بحدودة 73% والفرنسي بحدودة 86% نعم هناك إكسبوجر أو هناك وجود القاعدة العملاء على قطاع التجزئة ولكن هناك سوف يكون هناك التأثير ولكن ما زالت التوسع في محافظة الإقراض على قروف الغير التمويل العقاري هي محرك النمو للفترة القادمة بحسب تصوراتنا نعم لحد الأمس ما لا يمكن عن حجم المخصصات التي سيتم تجنيبها من قبل هذه البنوك سيد طلال لكن ما هي توقعاتكم بالنسبة للربع الرابع لتجنيب البنوك التي سعت يمكن من بداية الربع الأول من 2014 لتخفيف هذه المخصصات وأيضا نسبة تغطيتها بالنسبة للديون المتعثرة بداية القطاع البنكي عندما رأيناه في الربع الثالث كمن نتائج الشركات المعلنة نجد أنه نامبر فور ميكلون أو القروض الغير عاملة مقابل محافظة الإقراض بالقطاع نجد أنها عنده 1.2% أما حجم المخصصات مقابل محافظة الإقراض المجمعة نجد أنها عنده 2.2% وبالتالي هذه أرقام صحية وهذا ما كنا نعول عليه في النتائج الربع الرابع عندما يكون هناك أحد عوامل النمو بغير تحسن في دخل العمليات هو انخفاض مصارف التشغيل على خلفية انخفاض المخصصات وبالتالي هذا سوف ينصب عكسا أو إيجابا على صاف الدخل هذا رأينا تقريبا عند مصرف البلاد حيث أنه حقق المصرف تقريبا عند معدلات نمو جيدة ولكن هي متوازية بين ربح العمليات وصاف الدخل العمولات الخاصة بنسبة 7.2% و7.4% على التوالي ولكن جاءت صاف الدخل أو صاف الربح بحدود 249 مليون ريال وبمعدل نمو 16.5% نجد أن أحد الأسباب الرئيسية هو انخفاض مصاريف التشغيل وبرغم أن البنك رفع مصاريف الرواتب الموظفين بحدود 25.5% لفترة 19 للعام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبالتالي لاستكمال عملية النمو للبنك نتوقع أن يكون هناك عكس للمخصصات بحدود 31 مليون ريال الأمر الذي كان له التأثير الإجابي على التوسع سيد طلال سألنا سيد خالد فيما يخص ارتفاع تكاليف الموظفين وقال بأنه لن يكون هناك أي تأثير يمكن على عملية النمو المتوقعة بالنسبة للبنك هل تعتقد بأن هذا البنك سيكون له تأثير مباشر على بنك البلاد؟ حقيقة كما ذكر الأستاذ خالد الجاسر أنه دام منه سوف يكون هناك إرادات مقابل أي مصاريف إضافية وبالتالي عندما زادت مصاريف روات الموظفين نتوقع أن يكون هناك عكس للمخصصات وبالتالي استمرار أو استكمال عملية النمو للبنك في الربع الرابع نعم المصرف أتى بنتائج جدا إيجابية وهي جدا أعلى من توقعات المحللين برقم كبير التوقعاتك بالنسبة للتوزيعات بالنسبة للبنوك وبما شهدنا أيضا من توزيعات إيجابية للبنوك السابقة التي أعلنت إما نقدا أو منحا جدا إيجابية خصوصا في مصرف الإنمو ومصرف البلاد نتوقع أن من أغلب البنوك سوف يكون هناك أسهم منحا حتى لو كانت نسبها جدا ضئيدة وهي استكمال لرفع أو استعراض قاعدة الرأس المالية بشكل أقوى على خلفية النمو المتوقع للسنوات القادمة سيد طلل هذا المحلل أبحاث أول في الاستثمار كابيتل كنت معي من الرياض شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر